طب انت ليه ما فكرتش ان احنا نفضل قاعدين هنا وندفع عن نفسنا لا طبعا بقى انا طول عمري بدي اوامر مين يقعد ومين ما يقعدش ومين يمشي ومين ما يمشيش اجي على اخر ايامي واتحط في زنزانة مع المجرمين كلنا مجرمين وكلنا ضحايا على رأيك امال الشناب بجد يا شهير انا بقيتش عارف انا ضحايا ولا مجرم الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده عمر احنا ما نقبلش ان احنا نتعامل زي المجرمين ولا نقبل ان احنا نبقى ضحايا فاهم؟ انت فاهمني يا بولبل بقولك محطة تليفزيون هتبقى بتاعتنا احنا بالزبط انا عايزك بقى تركز معايا وتعمللي الشغل اللي خليه نومبر وان لا الورق اللي باعته لي ده ماينفعش ده تبلي وتشرب ميته انا عايز حاجات جامدة بجد اوكي بص انت كده كده لازم تيجي هنا لازم تقعد تتكلم انت وشهير ايوه انا هحجزلك في القتل القتلك عليه وهكلمك واقولك طيب يلا باي باي هاه بكر المباحث نفسه ده ما انا اشتعبون نحن عزين الارشيف بتاعهم وده موجود هنا بس احنا اتأكدنا من الحراسة هنا باشا وده اول حاجة هنعملها دلوقتي دلوقتي انتوا هتروحوا وتغيروا تلبسوا لبس الصلاة بتاعكم وتخشوا تشوفوا الوضع هعمل ازاي هنخلي بالنا ان الحتة اللي احنا عايزين نخشها اللي فيها الحاجة بتهتة موجودة هنا اهو ايه ده جوه المكان ده يعني احنا لما اروحنا عين دلوقتي يعني بقى مندور على ايه؟ الحراسة عددها ده متوزعة ازاي؟ المكان اللي احنا عايزين نخشه جوه ده مقفول بايه؟ غالبا بب حديد وده مش مشكلة لان معنا العيد بس امرضوا عايزين نشوفوا تكون فيه مشاكل تامنة تمام؟ هتتوكروا دلوقتي على الله هتغيروا قدومكم في دورة المية اللي اتفقنا عليها وتخشوا وتنجزوا المهمة لأولاية بتاعت المعينة دي وترجعوا وتغيروا تاني وتقولي هانا بايه مش هتقولي بالميري تمام؟ هتخشوا المجمع وتخرجوا منه بالباب اللي غورة من قصر العيني مش هتخشوا من التحرير ليه يا باشا؟ ليه ايه؟ ليه هندخل قصر العيني ما ندخلش من التحرير؟ هرد انت يا رجل عشان الشباب اللي في التحرير لو شافونا بالميري هزعلونا ليه؟ استغفو الله العظيمة لا مش فاني الناس بقت مليانة جلياطة يا علي ما تهدى كده وتمسك نفسك شوية متل شايف يا حاج عميلو؟ من شاعة ما خد من الوراقتين وهو لا حس ولا خبر قابلته في الحفلة قال لي هكلمك بكرة اهو ما كلمنيش التليفونات حتى ما بيرضش عليها كأني كل اللي كان همه ان ياخد من الوراقتين وبس كل ده مش مهم المهم انك تهدى علشان تشوف هتعمل ايه؟ يا حبيل ايه لا حول ولا القواتين الا بالله وعلى كل جيين هنا ليه يا حاجة مش كل جيين علشان نقبط على بسلامته ده قادته للقوتلة اللي خرج من السجن وهرب وحططنا في دماغه؟ يعني نستنى يا حاجة لحد ما القضى ينزل علينا ودي خلص يا حاجة دي احنا قاعدين بقالنا اسبوع اسبوع بحاله؟ محملناش اي حاجة هو مش قالك انه بيتقص عنه عشان يعرف هو مستخبي فينه؟ يا ستي ما قلناش لا بس يشركني معاه بيخلي نسكي ده قاعد راس كورنبا الله وانا كنت ايه؟ ده لكنت مدير عم انا خرجت من الوزارة وانا مساعد وزير الداخلية الله بقى بزمتك انت وحيات الحجة اللي انت حاجتيها دي في حد في الدنيا يتحرق احسن مني؟ هم مش جهة سيادية وهم اللي مسكين البلد يبقى خلاص هم يبقوا عارفين كل حاجة يا ستي انا ما قلتش لا جهة سيادية على هيني وعلى راسي قال لي اقعد هنا وقعد زي خبتها ما تخرجش ما خرقتش ما تتكلمش مع اي حد في المهمة اللي احنا جريب فيها ما تكلمتش قطعت الخنس بس توصل بقى هو يتحرق ويمكن يعني حطني في بابه ويجي شورنيه؟ يا أخوي انت مستغسر في نفسك الراحة ما ترتخلك يومين شوية بدل الهم اللي انت كنت في ده وبعدين بقى صدقني حيروح وحيستقصه وهيعرف وحيجي شورة اهي كلمة الشورة دي؟ هاي اللي بتعصبني؟ شوف يا حاجة انا الفارق ابتدى يلعب في عبي انا اللي هقوم بالمهمة دي انا اللي هتحرب نفسي انا تخصص تخصص يا حاجة تخصص ما معيش يا أخويا ما تهدى بقى ده انت مركب دعمتين تعدوا هتقولي دعمتين كل ما اتكلم معك تقولي دعمتين 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 خلاص انا كده من سالح اركب التالتة وكده احنا عرفنا حنلهي العساكر ازي شكرا الحساب بقى لو صبتين السؤال بقى ازي هنخش بالعدة؟ عادي يا باشي ندخل بيهم عادي عادي ازاي؟ مش هيدققوا معنا؟ ولا حد حيدقق ولا حد حيزقل انا من شوية لما دخلنا كان قلبي هيعف ركبي طلعوا ولا حد بصص ناحيتنا اصلا يا راقب وما فيش اي رتب وقفة؟ لا وقفة ولا قعدة كلهم عساكر كلهم عساكر ده كلام جميل طيب بصوا بقى انا هتحرك دلوقتي وهستناكم عند المدخل بتاع الاصل العين هتخشوا على دورة المية تغيروا وتقولي بالميري اول ما هشوفكم هخش انا هستناكم تخشوا ورايا بالعدة دخلتم كنبيحة حد عكسكم هتصرف انا تمام؟ يلا حاسب انت بقى أبو راجع واجب عليك بورد كلهم من خير يا كباشي ملتك صباح بخير يا verkني صباح بخير يا بان صلاة في بي موجود؟ نقولي مين حضرتك؟ قولوا ليه وعلي تفضل يا فانت فيك زور حضرتك تفضل تفضل اهلا مع الباشي نورت المكتبة تفضل استراحة سعدتك اه بوت سعدتك فيه بش يا باشي لا لا خلي قهوة عن ريحة قهوة عن ريحة بسرعة وهتلي القهوة بتاعتي شوف درش انا مش هتطول عليك انا هتكلم معاك في الموضوع اللي نجيلك على طول يباش تفضل ما يهمكش مفيش العطل ولا احزنه انت فاكر محمود فرغالي محمود فرغالي؟ ايه اللي فاكره؟ هو ده يتنسي؟ بس ايه اللي جاب سرط الهباب ده تاني؟ محمود فرغالي كان فابو زعبل هرب مع المساجين في المزهرات الاولنيا والهيسة اللي حصلت دي عرفتي بقى انه هو جيل غرداء هنا وتراستق مع اهله اللي هربه من الصعيد وجمهنة ده بقى اللي نزلني البحر الهمر طب وساعاتك بتفكر في ايه؟ اللي بفكر في ايه درش انا جاي اجيبه واسلمه بدل ما تراستق هو وينزل لنا ويخلص عليك وابو طارو عين العقل تفكير مصبوط برضو الكشفات اللي انا طلب طائمة منك بتاعتى المرشدين اللي بشتاجلو مع انا كنت طريبة منك عشان خاطر الموضوع ده بصراحة ما كنتش طريبة عشان خاطر النيابة والتحيقات زي ما قلتلك في الأول لكن كنت عشان أوصله بأسرع وقت ممكن حلو طب وسعدتك لقطلنا أي اسم في الكشوف دي نروح نقطره ونجيبه يدلنا عليه هو بصراحة في حاجة كده هي المعطلاني خير يا باشا أستاذا أقول لك على حاجة بس مش عاوز أي مخلوق يا ربية مفيش كلمة تتنطر كده ولا كده يا باشا عيبا ما تقولي الكلام ده ده أنا تربيت إيدك والمر ده كله عشنا أنا وإنت سوا انت فاكر فاضل بيه اللي أنا عرفتك بيه في حفلة المرسية هم فاكره فاضل بيه بقى بيشتغل في الجهاز يا دي يا عليا تعرف طبعا هم المسكن البلد اليمدي أيوه ده صحيح فاضل بيه هو اللي جاب لي خبر هروب فرغالية وجاب للناس قابل